القسيم العضلي القسيم العضلي الساركومير هو العنصر الأساسي المكون للعضلات والذي يشكل البنية التحتية للعضلات الهيكلية والمسؤول عن تحريكها حيث تعمل بشكل تعاوني لإنتاج القوة حين تتقلص العضلات والآن هل تعلم ما هو تركيب الساركومير؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً تتكون العضلات من خلايا عضلية أسطوانية الشكل تسمى أليافاً عضلية ويتكون كل ليف عضلي من مجموعة من الليفات العضلية وكل ليف عبارة عن توالي سلسلة متتابعة من العديد من الساركوميرات متصلة فيما بينها وكل ساركومير يحتوي على مجموعة من البروتينات المعقدة وهي المايوسين ذات الخيوط السميكة والمتصلة بمنطقة M التي تتوسط الساركومير والأكتين ذات الخيوط الرفيعة والتي ترتبط بمنطقة Z التي تحيط بجانبي الساركومير هذا بالإضافة إلى احتواء الساركومير على أنابيب مستعرضة تقوم بتوصيل النبضات العصبية لداخل الساركومير وأما أينات الكالسيوم فتخزن في الشبكة الإندبلازمية العضلية ساكروبلازم ريتيكيولم ميتوكوندريات تنتج الطاقة اللازمة لنشاط الساركومير ويحيط بكل هذه العناصر سائر سيتوبلازمي يدعى الساركوبلازم ويمكن ملاحظة كيفية تقلص العضلة من خلال تقارب جزء Z حيث ينقص طول الساركومير مما يؤدي إلى انقباض العضلة ترجمة نانسي قنقر